الآن أرحب في ضيفي في الستوديو دكتور سوفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق أهلا بك دكتور سنتابع أنا وأنتم المشاهدين هذه المظاهرات في محيط مقر الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب المطالبة بعقد صفقة للإفراج عن المحتجزين ونستمع إلى تحليلك دكتور ترجمة نانسي قنقر لأن القناعة لدى الإسرائيليين أهالي الأسرة وأكثر من 60% من الشارع الإسرائيلي أن نتنياهو عمليا يعطل الصفقة وأن نتنياهو عمليا تنازل عن حياة الأسرة وبالتالي حال الأسرة لم يعد يكتفوا بمظاهرات كل يوم سبت بل منذ ذلك اليوم وعمليا كل يوم في مظاهرات وفي أكثر من بؤرة حتى في تل أبيب بالمناسبة هناك أكثر من بؤرة أمام مزارة الدفاع وفي ساحة المختطفين كما أسموها في قلب تل أبيب الغريب أنه لم يقاسوا لسبب لأنه كل هذه المظاهرات لم تأتي بأي نتيجة ألا يعلمون أنه لن يقدم ولا يؤخر أي شيء هو ليس لديهم خيارات عندما يشعرون أن الحكومة الإسرائيلية لا تعمل ما يكفي من أجل استعادة أبنائهم وعندما يعرفون أن أبنائهم في خطر وفي كل لحظة ممكن أن يفقدوا حياتهم وبالتالي ليس أمامهم خيار سوى تصعيد هذه المظاهرات ليست بالحجم المطلوب لأسباب كثيرة أن هناك حربا في غزة وأن هناك توترا في الضفة وأن هناك أكثر من ستين ألف سبين ألف مهجر في الشمال ويوميا هناك صواريخ وقواعد اشتباك تتزايد مع حزب الله وبالتالي الوضع الاقتصادي نتيجة الحرب صدمة سبع أكتوبر كل هذا ينعكس وعملية معبر الكرامة دكتور هل يستفيد منها نتانياهو اليوم ليقول لشعب الله أنه كما شاهدنا حاول زج أيضا فكرة محور الشر الإيراني ونسف فكرة أن هناك مقاومة فلسطينية أساسا منذ القدم هل يستغلها ليهدأ غضب الشارع عمل عكس ستأتي بنتيجة سلبية كل عملية تحدث وكل مقتل إسرائيلي عمليا يسحب من رصيد نتانياهو المتهالك يعني لا تخدمه يقول ما يقول يربط ذلك مع إيران يربط ذلك مع حماس في النهاية كل عملية ينتج عنها قتل إسرائيلي هو عمليا يأخذ من رصيد نتانياهو ويزيد من رصيده المتراكم كأكثر رئيس وزراء فاشل وأكثر حكومة فاشلة في إسرائيل الآن دعوت أحرانوت هناك في هذا الخبر أن إسرائيل قد تغير أو قرر تغيير أسلوب التفاوض ماذا يعني ذلك؟ أولا التقديرات للأسف لدى الجميع سواء كان لدى الأمريكان لدى الإسرائيليين لدى الوسطة جميعا بأن الصفقة بعيدة وأن يبدو أن الجهود حتى في هذه الجولة لم تأتي بثمارها وبالتالي سئل نتانياهو في جلسة الخميس من قبل قيادات الجيش ما الذي علينا أن نفعله؟ يعني إذا لم تكن هناك صفقة ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ الجواب كان اضغطوا مزيدا من الضغط على حماس إذن وبالمناسبة الآن أو مفترض الليلة اجتماع للكابينيت الأمني والسياسي وأنا أعتقد أن هناك قرارات ستتخذ في هذا الاجتماع تتعلق بماذا؟ أولا تتعلق في الشمال في شمال مع حزب الله لأن سمعنا اليوم قلنت في محور نتساريم ماذا قال بأن هؤلاء الجنود ممكن أن ينقلوا في كل لحظة إلى هناك لأن الأنظار أكثر إلى هناك ثانيا في ظل الفشل الإسرائيلي في استعادة المحتجزين وفي ظل فشل المفاوضات وفي ظل التأكد الآن أن أي محاولة لإنقاذ حياتهم يعني ستعرض حياتهم للخطر كما حدث مع الستة وبالتالي هنا سيكون هناك تغيير في التكتيك ما هو التغيير في التكتيك الإسرائيلي؟ يقولون أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة بمعنى انتهينا من المرحلة الأولى وانتهينا من المرحلة الثانية وانتهينا من المرحلة الثالثة مفروض انتهت المرحلة الرابعة ما هي معالم المرحلة الرابعة؟ حتى الآن غير مهروف ولكن الأكيد هو أن مزيدا من القتل ومزيدا من الضمار ليس فقط لواقف للحرب هناك توسيع في دائرة القصف الإسرائيلي يوميا نحن نستمع إلى قصف بيوت على فوق رؤوس قاطنية وأنا هناك شهداء تقريبا على الأقل نصل إلى معدل من 30 إلى 50 شهيد ومن 10 إلى 15 بيت ومنشأ يوميا يتم قصفهم هذا ونحن في المرحلة الثالثة لا نعرف كيف هي أو ما هي معالم المرحلة الرابعة التي يتحدثون عنها سأعود معك إلى معبر الكرامة والعملية التي حدثت جلنت يقول اليوم أنه يجب زيادة الإجراءات في الضفة الغربية لإحباط ما سماها الإرهاب إلى أين يمكن أن يتجه نتنياهو وحكومته في إجراءاتهم في الضفة؟ يعني يرى قبل عملية الضفة قبل أن تحدث العملية في معبر الكرامة كان هناك حديث في الإعلام الإسرائيلي أن الضباط كبار في الجيش الإسرائيلي توجهوا إلى الحكومة الإسرائيلية ولا متخذي القرار يقولون لهم أن الوضع في الضفة منفجر وبنتيجة الإجراءات التي تتخذ ضد بحق الناس هناك بمعنى التحديد هنا الحديث عن المستوطنين عن سلوك المستوطنين الحديث عن اقتحامات بنكفير المتكررة للمسجد الأقصى وليس فقط اقتحامات المسجد الأقصى هناك يمارسون التقوص الدينية في بحاة المسجد الأقصى وهذا تغيير وانقلاب على الوضع القائم هناك يعني لم يعد الأمر بالنسبة لبنكفير والمستوطنين فقط الدخول إلى بحاة المسجد الأقصى بل أيضا ممارسات وبالتالي الضباط يقولون لهم أن هذا الأمر يدفع الضفة نحو الانفجار جاءت هذه العملية ليست من الضفة هي جاءت من الضفة الشرقية من الأردن ليست من الضفة الغربية ولكن الإجراءات مستمرة لكنها ترسخ معادلة الدكتور بأن المزيد من الضغط والإجرام بحق الفلسطينيين سيقابل بتوترات أمنية هل تتفهم عقلية نتنياهو مثل هذه المعادلة؟ طبعا لا لو كانت تتفهم لما تصرف حتى الآن بهذا الشكل أنا قلت لك عندما سألوه ما الذي يجب أن نفعله قال لهم مزيدا من الضغط مزيدا من الضغط مزيدا من القتل مزيدا من الدمار طيب الدمار والقتل ما جاش جاب رجع لك جثمين في صندوق أو في أكياس بلاستيكية ورغم ذلك هو لا يملك أي استراتيجية غير الاستمرار في الحرب والاستمرار في القتل والأنظار الآن أكثر ستكون متوجهة نحو الشمال مع حزب الله طيب أشكرك جزيلا دكتور سفيان أبو زادي الوزير الفلسطيني السابق على كل هذا التحليل والشرح شكرا بك شكرا